موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم احنا دلوقتي بنجهز لحالة استقصال ورم على الغد النكافية لمريضة 25 سنة اشتكت من كتلة على الغد النكافية في الجانب الايمن ظهرت من اربع سنوات وقتان متدرجية الورم ده طبيعته زي ما ظهر في الاشعات انه هو ورم حميد غالبا بليومورفيك ادينوم وده النوع الاكثر انتشارا او الاشهر في اورام الغد النكافية الورم ده بيصيب السيدات اكتر في معلومتين اساسيتين عايزين نعرفهم عن اورام الغد النكافية الورم اللي هنتعامل معادي الوقتي ده محاط بغلاف او بكابسول لكن معروف عنه ان من طبيعة النمو النسيج بتاعه انه هو بيطلع نتوآت او بروز بنسميها finger like projections او اصابع للورم خارج الكابسول ده ده بيحتم علينا ان احنا اثناء الاستقصال لازم نشيل الورم كاملا بالكابسول بحواف امان خارج الكابسول بما يضمن ان احنا استقصلنا النتوآت دي من ضمن حواف الورم وبالتالي بنقلل فرص ارتجاع الورم مرة اخرى المعلومة التانية ان احنا في اورام الغده المكافية بيهمنا جدا العصب السابع او العصب الوجهي العصب الوجهي السابع بيقسم الغده انه كافية لجزئين جزء او فص سطحي وفص عميق وبينهم بيخترقهم العصب السابع بالافرع الرئيسية بتاعته الافرع الرئيسية دي مسؤولة عن تعبيرات الوجه فبنلاقيه هو مسؤول عن حركة جفن العين وحركة زاوية الفن وبالتالي تأثر الاعصاب دي اثناء الجراح او استقصالها او امتداد الورم لها بيؤدي لاثر بالغ في حركة تعبيرات الوجهي هنشوف في الفيديو الجاي ازاي اتعاملنا جراحيا مع نوعين من اورام الغده المكافية ورم في الفص السطحي وورم كبير في الفص العميق وممتد لقاع الجمجمة والبلعوم الانفي اشتركوا في القناة